موسيقى مرحبا نبط بيروت اليوم رح يتابع كل التطورات والاستحاءات المرتقبة لسيما على مستوى الانتخابات النيابية المقبلة يلي مفترض أن ترجى بـ 15 أيار بالإضافة إلى كل الملفات المطروحة على الطاولة من ترسيم الحدود وكل ما يحيط فيه أيضا ضيفنا اليوم عضو لجنة التواصل الاستراتيجي بالطيار الوطني الحر بسام ترك أهلا وسهلا فيك بسام عطول هلأ أول سؤال دايما يعني مع أنه بعرف أنه بال لما نسأل هيدا السؤال بيقولون ما بقى تسألوا هيدا السؤال بس كتير ناس عم تقول ليش فيه انتخابات بـ 15 أيار 15 أيار شو رح يصير فيه انتخابات أو بعدنا مش عارفين إذا بتصير ولا ما بتصير لأنه فيه جوعان بالبلد مثل كأنه أنه ما بيوحي بأنه نحنا بيجاو انتخابات عمليا نا أنا بقول عم بيتصرفوا كأنه فيه انتخابات التحالفات عم بيعلنوا عننا البعض البعض بعد لأسباب تانية بدنا عنا رغبة بالانتخابات صار فيه دعوة للهيئات الناخبة دولة عملت والسلطة عملت واش بيتها وإخر شي قبل شوي اليوم كمان مسألة هيئة الإشراف على الانتخابات يلي تم تعيين ثلاث أعضاء جديد فيها والتمديد يعني للأعضاء الآخرين هيدا كمان إجراء إضافة لحتى يعبوا الفراغات لحتى يحضروا حالهم للانتخابات حتى عرفت أنه صحيح الموازنة ما صار تصديق عليها ولا موافقة عليها ولا تصويت عليها ولكن البند المتعلق بتمويل الانتخابات لحظوا لهم الأموال للانتخابات وهيدا كمان بيدل أنه بالنهاية رايحين بدنا انتخابات هلأ شو بيصير ما بعفت ممكن الأحداث بأوكرانيا تأثر علينا بعثي أحداث أوكرانيا ما أثرت على الانتخابات في لبنان شو بدي إليك بعد فيه الله يسعدنا قبل ما نتابع بسان بدي إنتقل لزميلتنا جريس مخايل سريع لتطلعنا على كل أجواء مجلس الوزراء لأنصاري جهزة معنا جريس جريس مساء الخير مساء الخير شو المختصر يعني أو الخلاصة لجلسة مجلس الوزراء اليوم يلي كان يفترض أن تناقش خطة الكهرباء ويبدو كمان في رجاء أو تشكيل لجنة التفاصيل عندك جريس تفضلي بالواقع هناك موقفة خطة الكهرباء لدى خروجها من جلس الوزراء هناك خطة موقفة خطة الوزير الصياد اللي أرزمه اليوم هناك بعض النقاط اللي صرح حول بعض التعملات وشكي لتجميل المريك لبعض التعملات للإشراء خول بلوى التعملات ولكن في رجاء القياد أكتب من بعد ما قلت نفس الوزراء أنه إقرار القطة غير مهتبط بعمل اللجنة هو يقبل شرح حول بعض النقاط في أجنس المقتلي وتوقع أن يقض القطة في أجنس المقتلي وحسا يعني ذهب الوزير الصياد بجبيته وحايف قال أنه أصبحنا على السكة صحيحة بمقصود صحيحة بالمقصودات مع البنك الضولي وعادة الأمور إلى المنطقة طبعا هناك هذا الموضوع الكهرباء بموضوع الانتخابات أيضا بطرح موضوع الميجا سنزل وتوقع يقدم على رئيس رجيب مقاطع دراسة الوزير المونوئي بعث بالجلسة المقبلة بالجلسة المقبلة وأيضا بلح هذا الموضوع وطبعا هناك موضوع حيث اشتراف على حسابات بغاية الأهمية بهذا أليفار أيضا تم التمديد دي الهيئة وعيم ست أعضاء شده بدان الأعضاء الذين انتهت في بيتهم أو استخالوا أيضا هناك موضوع غيان تجارة خاشية الذي أثاره الوزير المستطبيرا في المساعدة للجلسة حيث قال الوزير المستطبيرا بإسم حزب الله في بيت هذه الجلسة تغرب هذا الضيان وأنه لم يتم التشاول مع أحد وما إلى هنالك ولدى فوجع الوزراء أكدوا لنا أنه لا تخامت الرئيس رئيس الجمهوري ولا الرئيس نجيب مقاطع علقوا على هذا الموضوع ويعني لم يتم التفرق إلى هذا الموضوع غير يلي قاله الوزير مستطبيرا هذا أبرز ما جاء اليوم نانسي بجلسة مجدد الوزارة طبعا مجدد من فرقسين بمشار المستطبير شكرا لألك الزميلة جريس مخايل طبعا بيان وزارة الخارجية اليوم يلي خلينا نقول عمل أضاف كأنه حكم من عنده هو حتى بفتكي رجع وضح الوزير عبدالله أبو حبيب رجع قال أنه هو بيتحمل مسؤولية هذا البيان لوحده لأنه ما بعرف يعني مفروض أنه تكون الحكومة عنده توجه عادة هذا توجه النائب النفس ما بعرف لا مرة أنا بكون مع البطرة بموضوع حياد هيدا مش حياد أساسا يعني جغرافيا عمليا وبدنا نشوف شو عم بيصير أنه الموضوع أبعد من مسألة حرب بالنتيجة طبعا هيدا موضوع منشوف إذا بده يصدر أي توضيح إضافي يعني عن وزير عبدالله أبو حبيب بهيد النقطة زكرت جريس بسام موضوع الميجا سنتر يلي كمان هيدا انتخابيا موضوع كتير مهم عاد وطرحوا التيار الوطن الحر مع أنه بيت تصويت على تعديلات قانون الانتخاب شفنا كيف تم تطيير الميجا سنتر يوم عم نرجع نطرح هذا الموضوع في دراسة أجرها وزير الداخلية يعني واعد رئيس الحكومة تعرض الأسبوع المقبل البعض بيتهم التائر الوطن الحر أنه عم يجرح يطرح هذا الموضوع لتطيير الانتخابات مثل العادة أول شي خليل نوضح شغلي الميجا سنتر موجود بهالانتخابات موجود وبالانتخابات الماضية كان موجود شو أسس الميجا سنتر مبدأ الميجا سنتر والمعنى طبعه هو أنه الواحد يقدر يصوت من مكان سكنه بمحل بمكان نفوسه يعني أنا من سكان الحزمية بصوت بكسروان بيحشوش بدل ما أطلع يحشوش بدلني بالمنطقة اللي حت سكنة وبروح بصوت فيها أول شي ما خاصة بتطيير الانتخابات لأن ما بدأ تعديل إنون هاي واحد بدأ هي تدبير من وزير الداخلية بعدين في عنا 219 ميجا سنتر بالعالم رح يكونوا هلا بالانتخابات عم نحكي عن انتخابات المغتربين ايه المغتربين بحد زيته هو ميجا سنتر صحيح سبعة زيادة بلبنان شو رح يشيله شو رح يغيره بالمعادل سبعة كافيين بلبنان ايه إذا بندك ثلاثة أربع على السواحل أو أربع على السواحل وثلاثة بالأطراف حتى تمانية أو تسعة بس ليلي عم بيقولوا إنه قبل لما كنا نقول إنه بنا نتصوت نعمل للمغتربين كيو عندهم ست نواب بالاختراب وفي الباقيين بيتصوت عليهم هون مية وثمانية وعشرين بهاي الدورة لحتى الدورة التانية يصيروا ضمنهم واحد من الأرجوماية اللي كانوا عم نتواجه فيه إنه لا لأنه مبيل الإنون كل المواطنين لازم يكونوا متساويين طيب هون وين التساوي بين المواطنين رجل مو سن عمره سبعين سنة ما عنده سيارة مثلا واليوم نعرف قديش تنكت البنزين حقه من بعلبك ساكن ببيروت كيف بدو يطلع؟ كيف بدو يطلع؟ ابنه ساكن بأستراليا بيقدر يروح على السفارة ويصوت على بعلبك بيبعلبك من أستراليا هلأ هون بس هون هي بس بدت شطب أسماء يعني اليوم اللي بتسجل مت ما تسجلنا للكوفيد نانسي مت ما تسجلنا لكل شي مت ما بتنعمل ما إلا إلا بس واحد بيقرأ وين بدو يصوت؟ وبينمح اسمه ومنمح لنفوسه إذا بدو يصوت بالميجا سنة هيدا عم نحكي عن قصة منصة ترجع تنعمل للانتخابات يعني كمين هلأ الحجة جاهزة بتعرف المنصة بدي 7 سنين لتخلص وبدي 150 مليون دولار هلأ اليوم اللي عم يعملوها الحجة إنه في قصة خرق يعني عم نعرف الحجة اللي عم ترافق قصة المنصة لرفق تسجيل العائلة لما في لبرة لما في للمنصات للخرق وله تكب إذا بنا نحكي خرق هون واحد عم بيدل بيصوته لما في لما خافوا من الخرق بالكوفيد راح ضلني بمثل الكوفيد لما الكوفيد كان فيروس في التاك وبعده لليوم في التاك بيقتل في القانون 406 و 407 عقوبات بفتكر هيدا رقمون بيجرمه يلي بينقل العدوى يلي بيكون مصاب بعدوى و بفيروس وبينقله لغيره بيفوت على الحبس ما كانوا خايفين تنخرق بشغلة بتعرض حياة الناس للخطر ما هنه هون بيقولوا انه ممكن يكون صار في خرق مين بيضمن ما يكون صار في خرق ديكي ما هو بتعودنا ساعة بدون بس راح قللك ليش ما بدون لانه الميجا سنتر اول شي بيساهم بارتفاع نسبة الاقترع بيخفف من الضغط على النفس والمباشر والغير مباشر على الناخب على أبواب الأقلام و بيساعد على تخفيف الضغط يعني كل شي ايجابة للانتخابات بأمنه الميجا سنتر ما بيكلف مصاري تدبير اداري ما بدو تعديل انون ليه ما بدنا نعمله يلي بدو يطير الانتخابات بيحركش بالانون قبل بثمانت الشهر انون قلو خمس سنين ومصوت عليه و بيركبوا الدكر عالدكر و بيعملوا يلي ما بينعمل مع المجلس الدستوري و بيخلقوا السابقة من أخطر السوابي بموضوع صلاحيات رئاسة الجمهورية القليل المتبقية بدي أفرد جدل انه كان فيه ما عنا 11 نايم مستقلين ومتوفيين كان عنا 20 أو 25 شو كان بيصير قده كانت اكتر كانت صار بـ 50 بـ 47 بـ 48 نايم هيدا هوني كمان عم بيعم يتعدوا على صلاحية رئيس الجمهورية بيرد اي قانون على مجلس النواب وهون السابقة الأخطر خلص بس هيدا هيدا بيموافق أمالي يعني حتى الطائفة المسيحية هي اللي وفقت على هيدا الاعتداع الصلاحية الميجا سنتر بيوقف الرشوة بيزيد النسبة وبيخفف الضغط على الناس والتلاعب والضغط على الناس وهيدا مين بيدر عمليا بيدر الأحزاب اللي معها أموال يلي بدت هي تأمن النقل اللي بلشنا نشوف انه صار فيه مراكز تسويق لبصات ولنقل مشترك للانتخابات ويلي معه مصاري واليوم راح يبين بالانتخابات مين معه فريش لانه لمصرياته بلبنان قدي بده يسحب من البنط لا يسحب ما بيقدر ما هو مفروض فيه سقف لعالم مبدئيا أنا حابب أعرف يعني مفروض أنا أعرف إذا مطبق على كل العالم ما عم باخترع البارود لما بقول مستنظر أكتر انتخابات مجوية وأقل انتخابات فيها إقبال على أقلام الاقتراع للأسف مين له مصلحة بالروحة على مثل هيدا الانتخابات يوم المجتمع الدولي اللي بيقول أنه مصر تحصل انتخابات بلبنان وبموعدة وحتى الأطراف اللبنانيين من بينهم أتار الوطن الحر حتى حزب الله بيقول بهذا الموضوع شو المصلحة بأنه نروح على انتخابات فيها الأد نسبة تزوير بده يكون ربما أو رشوة ونسبة اقتراع هالأدة متدنية ونرجع نشهد مشهد مثل ياللي صار بالعراق عمليا والتشكيك بمسألة التمثيل هفكرة بالنسبة للرشوة هالمرة من أكتر المرات بتكون سهلة انها تنلقت هالمرة الرشوة كمان معدلات يعني إذا بده يقبض اللبناني بنصحه يقبض بالفراش لحقته بدك تقبض قبض فراش هو مش مفروض يقبض يعني هيدا حقه يعبر عن رأيه ياللي بيشتريك صوت ضده هيدا المبدأ ياللي بمضحر العالم منه يا بس هم منرجع نرده على الرشوة مثل مقال الجنرال قبض منه وصوت ضده إذا ما في مهرب منه ما في واقع بنا نتعامل معه ياللي بيشتريك ببيعك وعم بيبيعوا وطن وشايفينهم كيف انه هلأ عم بيعمل مش معقول ياللي عم بيعملون موصلنا لانحيطات هالقدة ولوقحنة أكتر من وقحنة نحنا مش شايفيننا مش قارينك يا شعب لبناني نحنا ماشي بالنسبة لقلون مش موجودين كيف الغرب اللبناني مش موجود لقلو إن شاء الله بيموت 3 ملايين ما بيزعلوا علينا ثانية حكامنا ما بيزعلوا علينا نص ثانية كلاتر الدامج يعني نحنا كلاتر الدامج نحنا بالنسبة لقلون نحنا بيستعملونا بس حتى يأمنوا حالهم نحنا رهائين للأسف ميجا سنتر ميجا سنتر ميجا سنتر بس إذا لازم يقطع بدي يقطع لازم يقطع بتمنى إنه الناس على السوشيال ميديا بس لازم يقطع لمصلحتهم لمصلحتهم ما فيه إلا طيار الوطن الحر هم يحكي بالميجا سنتر يا بصان نحكي فيها بالنهاية بالختام طيار الوطن الحر هلأ تقريبا رسميا فينا نقول الاعتماد تم تأمينه هيئة الشافة على الانتخابات يعني كل شي سائر باتجاه إنه نحنا رايحين على انتخابات حكما بخمسة عشر أيار اليوم بلشت العالم تشوف فيه كتير أحزاب عم تعلن عن مرشحين حتى تحالفات صارت أوضح وأوضح بوقت التيار الوطن الحر بعد شوي خلينا نقول الحركة ما بيانت لا أعلن عن مرشحين ولا حتى تحالفات واضحة ونحنا يعني بخمسة عشر قدار تقفل أبواب تقديم الترشحات بعد فيه جمعتين بس جمعتين صاروا ضغري هيك بيقطعوا بيقطعوا بس كمان نحنا عم نعمل هلأ نحنا عاملين مرحلة أولى لكل اللي كانوا بالحزب عندهم نية إنه يترشحوا لحتى الحزب يستمزج رأي قعدته ويشوف مين بدهم مين ما بدهم كان فيه مرحلة تانية خارج إطار الحزبيين وهلأ فيه المرحلة التالتة عم بتصير اربط بيضارف عشر اتناشر يوم يعني قبل الخمسة عشر قبل الخمسة عشر قدار حكما لازم تكون منكون عارفين واخدين وقتنا لأنه لما بتشوفي شو عم بيصير حواليك كمان ننسي ما شوفي يلي غيرك شو عميل إذا بناخد الكتائب حطوا حالهم إنه هن خارج السلطة وإنه هن مجتمع مدني جربوا يبلعوا العالم هالخبرية خلصوا عم بيتحالفوا مع ابن بطرس حرب بالبترون البترون يلي هي التانية أقوى منطقة شعبياً للكتائب من بعد المتن وبكفية عندهم البترون بيعوا البترون هلأ صار مشكل بينهم وبين سامرس عادة هلأ نصلى بس لحتى شرح لك الكتائب شو صاير فيهم شاكر سلامة مرشحون بكسروين نازل ضدهم لأنه فضلوا عليه سليم الصاير إليمارونة بيزحلي رايح عند القوات نديم جميل عم بيحكي مع تالوزيان قف يومنا جميل يومنا جميل عم بتجرب تعمل ديل مع ميريا مسكيف بزحلي شو بقي من الكتائب بيعوا حالهم بيعوا روحهم بيعوا كل شي بيعوا حالهم هاو الكتائب اليوم مين من المجتمع المدني يسمى حاله بيسمى حاله مجتمع مدني ومن جماعة الثورة متحالف معهم أنا عرفت إنه في خط أحمر وحتى ما منعف هن بين بعضهم كيفن اليوم ما أصلا كيفين بيناتهم انشقوا منهم وراحوا على جمعية تانية صراحة ضعنا نحن ما بقى نعرف ايا جمعية مين بي ايا جمعية ما بقى معروف مين مع مين بتقول لي لي نحن عم نتريس ما عم نشوف قدامنا عم بيتغير كل شي كل يوم كل شي عم يتهوى القوات أعلنوا تحلفهم مع الاشتراكة الاشتراكة اليوم بشو عم بيقول من بعد ما كمانا جمد شغله سعد الحريري والأعمال السياسية لقلو لحزبو ولي جملات خسران ثلاث أربع نواب كيفما كان شو يعني ثلاث أربع نواب يعني ثلاثين بالمئة من كتلتو يلي قريدي كان خسران منها ثلاثين بالمئة عن قبل بعض المعلومات بتقول حتى انه في مشكل اشتراكة قواتي بشوف لانه القوات عم بيحاول يفوتوا على الاقليم والاقليم طبعا يلي وزنه سنة وزنه سنة بس كمان في وزن اشتراكي وهي مهدني في السنة بالاقليم مقصومين بين شقفة لوليد جبلاط وشقفة كانت لسعد الحريري اليوم سمير جعجع عم بيجرب يورد سعد الحريري اول شي مثل ما جرب يورد الثورة والثورة بزقته هون نفس الشي العالم مش عم تقبله وضيع جرب يكون انه انا بي الثورة ونحن الثورة وطعوا لعنا ما اجوا لعنده راح تحلف مع الاشتراكة اتفاجأ بسعد الحريري عم يظهر من الحياة السياسية اللبنانية مين بيقاله؟ معه المال المال عم بيلعب ضده لانه في ناس بالاشتراكة طلع صار خطم انه نحن بنا نخلص اخرتنا تابعين لسامير جعجع يعني حتى هن عم بيرفضوا يبيعوا روحهم هلأ هي كمان هيدا فيه كلام نصد لسامير جعجع نصد لوليد جمهات بس ما بعرف قده دقيق كلام قصد انه قده بدنا نكون ملحقين بسامير جعجع بس ما بعرف قده دقيق يعني هيدا توضع ما صار في تكذيب ما صار في تكذيب تحذر انه في شي منه فيه نار تحت الرمية تحت الجمر شوف المجتمع المدني متلكم متلنا كلنا ضايعين كلنا ارادة عم بيفرفته مجلس الادارة تابعون انا عرفت انه فيه شخص اساسي من عنده نستقال مين؟ جان رياشي وبعرف انه كمان شخص تاني مهم كمان ومصرفة كمانها عحم بيفل ما انه المبسوطين من قيادة كلنا ارادة يلي دايره شخص اعلامه قريبن الكتائب كان كتائب هو بحب نقول انه قريبن الكتائب ما رح افتر عليه نحو الوطن ما نعرفش عنهم اختفوا كان فيه مصاري وقفوا المصريات بهاء الحريرة سوا بفتكر اسمه عم بيحكي مع الكل عم يحكي مع الكل بس هو كمان ما رح يتعاون مع حدا اذا كان حزب الله موجود بالدورة اللبنانية ما بعرف كيف هيتبطة كتير منيح بين بولا ياعوبيان مع مين لقيت محل مع المخزومة رح تخلص بولا والمخزومة وميشيل معوض وميشيل ضاهر وشامل روكوز ونعمة فريم ها يلي استقالوا من المجلس مع كم واحد جديد بدون يفوتوا بس مش كلهم استقالوا يعني العميد شامل روكوز لا مستقل بس يلي كانوا بس بتشوفيهم مع بعض هاو ممكن يعملوا لويح بين بعض اوكي يعني عم تقلمونة تحديدا بكسروين مثلا العميد شامل روكوز مع نعمة فريم يرجع يكونوا على نفس الليحة ممكن بس اذا بيطلع له تفضيل شامل روكوز هاو كل واحد يعمل احساباته بس وين المفارقة نانسي انه هول اللي هلق سميتلك ياهن اللي هن اولاد المنظومة هن اللي رح يكونوا نازلين تحت شعار المجتمع المدني لانه كل الباقين اللي منهم متحسبين ورافضينهم لهول كلهم مفرفطين بين بعضهم اليوم زميلة لقلي كريندالا جبور كاتبة ما قال كتير حلو وحتى عم بخبروه انه في حدا باجتماع قالهم يا شباب شو بدنا فيها للانتخابات ما نفوت فيها من المجتمع المدني؟ من المجتمع المدني بالأول ما كانوا محكزين معهم انه فوق الخمسة عشر نيب وقالهم حتى اذا ما نجيب عشرين بيصير فينا متل الطيار فيتين مكبرين الحجر وبدنا نوعد وما رح نقدر نوفي بس هيدا كبيرة ليش طيار كبر الحجر وما وفي بالعكس انا برأيي كبر الحجر لما نزلوا على الشارع وقالوا بنيناء يسقطوا ويعملوا كل اللي عملوه ما عملو شيء وكانوا فكح بالشغر ما كانوا عم بيسيبوه وصلوا مطرح ما كنا عم نقلهم للأسف هلا مين قطفة بديك نحكيك معلش لو قطشنا شوي الحديث بديك قللك مين قطف الثورة التيار الوطني الحر كيف هاي؟ لا قللك كيف بس هاي دي شغلي بده تاخدك لغير مطرح يا بس لا لا رحكون هيك مقتضب مقتضب ومحدد لانه بكرة بيقولولكن انتو قلتو انو الاحزاب هاي اللي كانت الثورة لا نحنا ما قلنا نحنا السورة لا بس انت واجهتوا نحنا قلناه هوا نطعصة lunar vedni ما عمل obser av les seriales نحنا مش القوات ومش الكتاب نحن ما نزلنا قعدنا فيgn 삼hem على الطريق نحن ما قلنا نحنا ع동ميكرو نحنا مش تيار تاركين التيار بالبيت ونازلين كمجتمع مدني على الطريق نحنا ها ما عملناه هوا نحنا سمعنا الناس شونعن بيحكو نعم هاي دا خطابنا قمنا شو عملنا؟ قدمنا الإقوانين نحن قدمنا القوانين هن من برا ما فيك تغير شي نانسي صحيح هن شو بدون نستعيد هذا الحديث دايما منقوله بس دايما منعيده بطريقة وبدك تعيده لأنه مش عطول يسمعوك هن شو بدون تستعاد الأموال نحن قدمنا القنون لإستعادة الأموال بدون يعفوا من سرقهم نحن قدمنا التديق الجنائي ونحن راجدين وراه وهو دليك عم يتهربوا منه مرح طويل قلتلك كل طلبات الناس نحن قونا نهاو فيه راحنا أبعد لأنه استفدنا من مومنتوم الشارع لحتى نقدم المشاريع ونقدم القواديين يلي بترد بتساعدنا نبني دولة قنون يعني هون عم بتقلهم عنوين يلي نزلوا فيها المجتمع المدني التيار حمله كباكج وقدمه واستفاد من مومنتوم الشارع استفاد من مومنتوم الشارع ومن الضغط الشارع المعنوي على الطبقة السياسية لحتى يقدم القوادي ويارات كان الشارع عم بيساعد بهذا والشارع عم بيضعضوا ويظهروا وهيدي الفيديو اللي عملتها مبارح يلي هي بين البروباجندا والكاركتر اساسينايشن والفيك نيوز هن بالون بي سخفات وهلا هو ومثبتوا جبران فوت النيترات متروح أبعد من مبارح عم بيقايد التسعة وعشرين رئيس الجمهورية مع العوبات على جبران هاي وصلت له بس أبعد كمان بعد قبله صحبوا الرسالة من مجلس الأمم المتحدة من الأمم المتحدة طلعت مش مسحوبة وما بيكذبوا الخبر طبعا بيكبوا الكذبة وبيتركوها قداش هن مجويين مش مجويين تجاهنا مجويين تجاه الناس اللي بدون ياهن يصدقون قبل ما يكونوا هادول خصومنا بيلعبوا من تحت الزنار حقون بس هي شوت هيد اللعبة كانت هيك بس سام يعني ما بدنا ننكون نحنا من سبتعاش تشرين لألفين وتسعة عشر عم نعاني بنفس الخبرية من فاك نيوز من أخبار غلط بتنكب ما حدا بيسحبها حتى إذا طلعت غلط من كف فيها لأنه هيده بتخدم الأجندة بس لوين وصلوا وصلوا إنه بالنهاية الناس لما دعيوه على الطريق ما نزلت لما عملوا عرض مدني بين بعضهم هن ما نزلوا مع بعضهم فرطوا قضية الشهيد رفيق الحريري والشهد الزور شهد الزور شهد الزور شهد الزور رفيق الحريري مرة تانية لأنه ما أخدوا الحقيقة اللي بدون إيهم طب لما بتكذب على حالك بالنهاية بتكذب على حالك شهر وثنين وثلاثة 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 بموضوع رفيق الحريري عشر سنين بفتكر المحكمة كذبت على حالك عشر سنين بدك شيء خمسة عشر سنة شو طلع بالآخير الحقيقة بدها تبين هون الحقيقة بيّنت بين الثورة والانتخابات عم بتبين كل يوم بعد يوم عم بيبين كذب عظيم بس بسام المجتمع المدني مع أنه عطول يعني دايما لازم نوضح الأحزاب هي بصلب المجتمع المدني ما بعرف لها لها الفصل ايه كمانا ما حكينا فيها ايه المجتمع المدني اليوم كمان مرهنين على دعم الجهات يلي كانت عم بتمدن بالمال يمكن عم بتمدن بالدعم وبنتذكر حتى في الدول الغربية رفضت تسلم مساعدات للدولة اللبنانية طيلة السنتين الماضين وكانت عم بتقول لا مساعدات عن طريق الدولة اللبنانية إنما عبر منظمات المجتمع المدني هذا مشروع 3RF يلي هلأ ماشي ايه بعده ماشي أنا عرفت أنه وقفوا شوي الأموال ما بعرف إذا رجعوا بلا شو يضخوا بس هيدا هو كان مشروع أنه منحط الانجي اوز محل الدولة محل مؤسسات الدولة وصل هيدا الغرب عم بيشوف هيدا التشرزم كيف بعبدوا يروح على انتخابات وهو كل هدفه كان يعمل التغيير يمكن تحديدا بالتيار الوطني الحر لحتى يضاعف هيدا القدرة ويضاعف التحالف مع حزب الله تحديدا لكن قصة الانتخابات اللي بيقلك على الأكيد بعرف صايرة بيكون عم بيكذب على الناس وعم بيكذب على حاله وعم بيتحك على حاله واللي بيقلك مش صايرة مية بالمية كمان يوم ما بنعرف بس هي عمليا الناس لازم تكون مستعدة انتخابات بده تصير ب 15 ايار الهيئات الناخبة دعيت لويح الشطر بتحضريت التواريخ تحدديت الهيئة النازمة هيئة الاشراف هيئة الاشراف كملوها عينوا ثلاثة جديد ومددوا صلاحياتها مادة دولة كلش حاضر الكتائب عم بيعلنوا القوات اعلنوا عن مرشحينهم الاشتراكة معروفين من هني بفتكير بعد في المجتمع المدني ناطرينه بعد فيى التيار فيها حركة امل والحزب بصاروا حاسمين بس السؤال التير الوطني الحر وين توجه التحالف كذلك ولأن عم ينحكى إما أن يكون وحيداً بهذه الانتخابات مثل ما صار بال2018 مع تحالفات بسيطة أو بدو يكون بتحالف مع حزب الله ما في جواب بعد أنا ما عندي جواب أنا هيدا التوجه وهيدا الإرشادات وهيدا التوجهات وهيدا الإعلانات بيعملها رئيس الحزب اليوم إذا ما أعلنه ما نتبعه بما نضج وما وصل على أره بس فيه اتصالات على هيدا الصعيد الكل عم يتصل فينا يوم يعني عطول السؤال عم يتوجه أنه إذا بدو يتحالف التيار الوطن الحر مع حزب الله حزب الله هو حليف التيار الوطن الحر والتفهم لا يزال موجودا شو بنعمل بحركة أماليا اللي هي في مية طريقة وطريقة بس فيه تعاون وفيه تحالف يحوي فيه ناس كنا متحالفين معهم بالانتخابات الماضية وكانوا معنا بالكتلة وعأول كوا تركونوا بس اليوم رح يقولوا لك جمهورة كيف بدو يقبل يروح على تحالف انتخابي مع الرئيس نبيه بري لما منعلنها إذا أعلنناها منصلي لما لما تصير منصلي لها بعدك عم تتقل لي مش هلا يعني لأنه مش هلا جاوب مش عندك لا حتى لو عندي أعلنت شي لا لم يعلن لها لما تعلن منصلي عليها وبدك تشوفي كيف عم تعلن إذا أعلنت عزيمة من ضمن الحملاتي اللي عم بتصير بس لا يمنع سوري لا يمنع نحن معروف ما وقفنا نحن بحياتنا مع كل يلي بالماضي تهمونا أنه تحالفنا معهم بالانتخابات من يلي عادة بيكونوا ضدنا بالسياسة يحو تحالفنا معهم انتخابيا ولكن بالممارسة السياسية نحن ما ساومنا على سقفنا ما وطينا سقفنا ما ساومنا على ما بدئنا ما ساومنا على قضيتنا قضيتنا رح أطيك بعد الزيادة لا يلي بيقولونا أنتوا صوتوا لنبيه بري ليسي رئيس مجلس مش صحيح مش صحيح أول شي في ثلاثة من تسعة طعش صوتوا له هيدا تركة الحرية وبنتذكر أنا دايما بقول له نحنا بركة صوت ثلاثة معه والباقيين اللي منهم بالكتلة صوتوا له بس يلي عم بهتنا أنه صوت له أنه نحنا صوتنا له هو صوت معه ليمنع كل القوانين الإصلاحية بكل الأحوال بخام ما بدنا نشيل يعني على جنب أنه رئيس نبيه بري شاء من شاء وأبا من أبا هو ممثل عن الطائف الشيعية ونحنا كلنا قلنا أنه يعني هيدا واضح ومفروغ منه القوي بطايفته مش إذا بدك تعمل تساوي عمليا بدك تنطلق من هون وهيدا يلي عم بيصير عكسه عند المسيحيين دائما أنا صوت طوله أضعاف القوي بالطائفة لحتى ما بعرف لوين بطايفة وصل نحنا كتير ذكير نحنا صوتنا له بدي أفرد جدل صوتنا له ولكن بالممارسة نحنا كيف كنا معه كتلة الرديفة مثل ما سميها مبارح الوزير والنيب سيزار أبي خليل ولا كنا بالمرصاد وياريته الرئيس بره ياريت بينقل الجلسات مباشرة على التليفزيون ما بيحقله الشعب اللبناني ياريت هلأي نحنا منقل جزء منه بس الجزء ما فينا ننقل كل شي لأنه ما رح خبرك قد بيصير تفاصيل انتو بتعفو بدي نقل شوي على البترون بس كنا عم نحكي قبل شوي عن الكتائب والنائب السابق سامر سعادة والبترون يلي هي عمليا معقل النائب جبران بسيل وكل الضغط يلي عم بيصير اسقاط جبران بسيل بيقى الدائرة الثالثة بالشمال اليوم مع كل هيدا يعني عم بيدبوا قدمى فيهم عم بيجامعوا بعض ليكونوا كتلة واحدة بمواجهة النائب جبران بسيل كلهم ضد جبران بسيل وجبران بسيل للبترون كلهم بالبترون ضد جبران بسيل شوف اليوم البترون شو هي بس حتى سامر سعادة اللي قالوا كيفه ووافه انا رح استعمل كلماتهم بمعنى 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 اول شي بيعرفوا واقار انه جبران بسيل لا يهزم بالبترون طيب ليه اعلننا انه نحنا بدنا نسقطه لجبران بسيل لانه بيقبضوا المال مقابل عنوان المعركة مش نتايج المعركة نتيجة المعركة معروفة من مين عم يقبضوا المال؟ هو ما قال انا ما بقدر قوله بس التسويق انه ضد نحنا جايين بدنا ضد جبران بسيل العنوان مطلوب النتيجة معروفة هيدا اللي بيخليك هيك تطلع وتدحك انه عم تدحكوا على العالم بعد مرة انتبهي ما عم بيحكي من منطلق انه ما تصوطولون صوطولة بس الناس اللي رح يتلبوا منكم تصوطولون لأي هدف 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 انماء الى البترون والبترون يلي عم بيصير على البترون خديعه على نطاق لبنان كله على كل شيء بالطيار نحن نحكي على البترون كدائرة ولكن كأجزمبل عمليلو ساتيتيزاسيون على كل لبنان برويكسيون على كل لبنان اليوم نحنا جايين نسقط الطيار لنعمل شو راح الطيار حدا عن بيقللن متل ما بقول غسان صعود حدا عن بيقلن نحنا رح نجبل لكم مي حدا عن بيقلن نحنا رح نجبل لكم كهربا حدا عن بيقلن نحنا رح نجبل لكم فجوة مصر في لبنان وينية العنوين مش مطروحة في عنوانين مطروحين اسقاط جبران بسير او ازالة الاحتلال الايراني من لبنان هالاحتلال مش معوانة وجيه لعنكون 7 حواجز بقى وقال كلام خطير أكتر بعد سامر سعادة قال إنه عم بيرشوا الشباب اللي عندن ليقبلون بيلي صار بمجد حرب لأنه يا بالميل يا بوعود وظيفية أو بتوظيف مشو هيدا مش أنا عم بقوله سامر سعادة قاله هلأ بعدنا رجعنا يعني على نفس سيستام الانتخابات حتى ما قبل خروج السوري هول الكتائب اللبنانية يلي بيدعوا إنه هن الثورة وهن المجتمع المدني وهن مخصن بالمنظومة مثل ما بيقوله مايك دروب ما بعنده إيه بس إذا هن مخصن بالمنظومة مش يعني ما بيشبه هو هي ما فيك إيه بس إنه لو حزب عمره سنتين ثلاثة واحد بيقول عمره تسعين سنة ثمانين سنة الحزب يعني الناس بدأت تعرف مين عم بيتحكي عليهم مش عملي كنت من شوي كل نهار عم بيقطع كل ما بيبين كذبة زيادة وفضيحة زيادة وتشرزم زيادة وعم نرجع على الأساس أنا برأيي رح ترجع الانتخابات هي زيتة متل ما كانت قبل بال2018 بين الأحزاب المجتمع المدني رح يكونوا بركب بيروت ممكن يعملوا شيء ولكن بغير مناطق باستصعب بركب الجبل بياخدوا مقعد بس هدا يعني هدا عم تقول إنه المجتمع المدني حتى بعد كل ياللي صار بهول السنتين ما رح يقدر يخرق من هون وصلت على الاستنتاج اللي عم قليك يا إنه ممكن تكون كتير المشاركة ضئيلة لأنه الناس من بعد تجربة 17-20 ومحاولة تغيير شيء لقيت إنه السيستام أقوى مننا والنظام أقوى مننا يعني إن إحنا صرنا بي مش لتنظام بدك تغيره من جوا بدك تغيره من جوا شو بتعملي بد من جوا بالضعفة القوي جوا يلي مانه قوي كفية ويلي عم بيقدم لقوانين ويلي أخذ الكل على القضاء ويلي عم بيشارزمها للمنظومة لتقدي محله لا يجي حدا ضعيف أكتر منه محله تاب قيرانة لبنان والاحتلال الإيراني خبريني كل الأحزاب الباقي كل الأحزاب سواء والمجتمع المدني مين مرشحينهم ببعلبك الهرميل مين مرشحينهم برشاية مين مرشحينهم بمرجعيون مين مرشحينهم بصيدة وبصور مين مرشحينهم بوين بعد فيه بس هاي دي حجة زيادة بيقولولك خوفا ببيروت التالتة خوفا من سطوة السلاح ما هي صارت الخطاب معروف إنه نحنا كيف ننترشع بهذا المناطق يلي أصلا مسيطر حزب الله عليهم شو هل عزر أبا حمن زنر هاي دي انتخابات شو هو منه من المنطقة اللي بدي يترشح تحد هو من المنطقة بس عم قل لك العزر معهم كونه الرافعين شعار إزالة الاحتلال الإيراني من لبنان بس أنا بهيدا المنطقة ما بدي أترشح لأنه في سطو لا لحزب الله بيروح بيجيب أكترية من غير مناطق بيعمل كتلة كيف بدي يجيب أكترية من غير مناطق أنا ما بعرف كيف بدي يجيب الميسائية هيدا الميسائية اللي بيتخبوا فيها كله وراها الميسائية منين بدي يجيبها إذا الشارع الشيعم سيطر عليه السنائة يلي مثل السياموة ما بيتفرق حتى مع الأصوات بالخارج بسام يعني ما فيه احتمال خارج شو بدون يعطوا بالخارج على كم نايم لكن تسجلت تسعين ألف من قبل ثمانين ألف صوت أربعين ألف هلأ مسجل ميتان وشي بقي ميتان وعشرين أنا بقليك بكرة إذا مكمل وأكتريتهم من يلي فلوا طازة من لبنان مش يلي قلون زمان كانوا بغا يعني بعضهم بيجول لبنان وبيعرفوا المرشحين وبيعرفون مزبوط بيعرفوا الأسامة هاو بكرة إذا خمسين بالمئة صوت بيعملوا مئة وعشرين ألف مش كلهم لقلون بدي اعتبر نصهم لقلون ستين ألف قصميهم على الدواير ما بيقدروا يعملوا حواصل عمليا ما بيقدموا ولا بيأخروا على الحواصل ورح يخلصوا أكتريتهم من الأحزاب لأنه بيّنت أكتريتهم أحزاب لأنه يلي بدون ينزلوا من المجتمع المدني وحتى اليوم هلأ عم نحكي ما حدا بيقدر يقول شي لأنه بعد ما ظهرت مين مع مين ضد مين خاصة المجتمع المدني أنا عندي أصحاب من المجتمع المدني منهم محزبين شو يا شباب نازلين ساوا بيستغب بيقولوا لي منهم نازلين مع بعضهم كيف مش نازلين مع بعضكم أنا بيزيب بعد شوية أنا بدي حطوا لك شو بيك ما أنت وياه نفس المشروع ليش لأ مش زابطة لأنه خلص مش زابطة مش زابطة مش رجبة وإذا بتطلعي بالأحزاب الأحزاب كلهم لأنه لأ لأ لإلك ليش مش زابطة لأ عم بيشوفوا أنه الأموال والمكانات الانتخابية والإدراع على أنك تعمل انتخابات موجودة عن مين؟ عند ميشال المعوض وعند المخزومة وعند فرام وعند معدودين يعني عملية عند ولاد المنظومة يعني عند المنظومة ورح يرجعوا يخلصوا معهم طيب اليوم عم يبنوا كمان جزء من الحاملة الانتخابية يلي عم نشوفها بهول الأسبوعين كتير شرصة بمسألة الأخوين للرئيس عنه بمسألة ترسيم الحدود وحتى للنائب جبران باسيل بموضوع أنه عم نطرح تفاوض ومقايضة مع الأمريكيين لرفع العقوبات عن جبران باسيل قبل شوي كنا شفنا يعني تغريدة النائب جبران باسيل بهيدا الموضوع ورد كمانا بطريقة كتير آسية لأول مرة بكتب يعني بعلي عشيلة جبران أحلو أزكى تويت كاتبوا من وقت ما تابعوا على تويتر يعني من وقت ما هو على تويتر برأيي ليش؟ لأنه أول شيء بيّن أديشهم أغبية بعدين فشلنا خلقنا وهيدا الحلو كمان وياريت النواب كلهم بياخدوا مثل منه وسمايهم عملاء أول شيء لما بدوا يقايد بقايد قبل خلينا نقرأها ترناس تكون عم بطريقة معنا لو بدي آيد بقايد قبل وبقبض حقها بعدين بسي بدي أدفع أنا لحظة حرّدتوا قبل على العقوبات واليوم على الحدود شو سهل عندكم المقايدة لأنكم قايدتوا استقلالكم على مواقعكم يا أزكي يا أنا لو بدي أعمل مقايدة على العقوبات كنت عملتها قبل ما أخدها مش بعد قبل كنت قبضت تمن عالم وقابل عدم وضعها بعد بدي أدفع تمن غالي لرفعة أنا مش غبي ولا عميل متلكون نعم يا أغبي فإنه أي عمليا اليوم بيطلع يعني كمان تنوضح أكتر هي على خلفية المقابلة يلي عملت مع المسؤول الأمريكي ديفيد شينكر يلي ترك الإدارة يلي اشتزقت يلي ترك الإدارة الأمريكية بس هني قالوا عليها بنوا عليها على مقطع مجتزأ عم بيقول عن المقايدة علما أنه هو بالإنجليزي يلي بيتابع المقابلة بيقول ديفيد شينكر رومرز شيلوا كلمة إشعات وبنيوا على هيدا من دقيقتين كنا عم نحكي بالموضوع بيكذبوا عحالهم بيعيشوا كذبتهم بالنهاية الحقيقة بدأت تبين تنفقس دوبل مرة تانية تنفقس مرة تانية لأنه سدقت كذبتك مش أنه كبت الكذبة بس تعرف أنه بقرأت نفسك منا مزبوطة بيعيشوها في ميتومانيا مخيفة بس هيدا ما عم تعمل عند الناس انعكاس خصوصي هلأ اليوم ملف الترسيم ملف كتير مهم بالنسبة لللبنانيين وحتى جنرال عون صار أكتر من مرة عم بيقول رئيس الجمهورية أنه هيدا الملف عندما ينتهي رح يكون في كتير أمور عم تنحل بلبنان وبالتالي مثل اللبنانيين ناطرين شي يصير لحتى أنه بدنا نطلع من يلي نحنا عشناه وفرد علينا خلال السنين الماضية يرتج اليوم أنت تبلش تشكك له وتقوله فيه خيانة عظمة وعم يتنازلوا عن الحقوق وعن الخط 29 أول شي بس بدي أذكر اللبنانية نحنا كنا قابلانين بهوف مين كان قابلاني؟ لبنان الرسمة والشعبة كان ساكت كان في عنا هوف كان في عنا الخط واحد خط واحد يلي هو الخط اللي فرضته إسرائيل بعد حرب تموز 2007 بعدين نحط الخط 23 ونحط بيديتون الخط هوف 23 بس تنوضحه هو الخط يلي نرسم بعد الاتفاق مع الأبارسة وخط هوف لما إجا الموفد الأمريكي فريدريك هوف وإجا يلاقي حل بين لبنان وعادو إسرائيل من بعد استلم الرئيس الملف وصرنا عم نحكي إذا بدك قدمنا الدلائل إنه الخط 29 منطقة وعنده حجته الإنونية ليكون موجودة ولكن بدي أرجع على الأساس في نقطة لازم يفهموها اللبنانية الخطوط البحرية بتكون مفاوضات بين بلدين كل بلد بيحط المكسيموم كليم تبعه ومكسيموم تبعه وبيتفاوضوا على خط بين الخطان بين الماكسيموم تبعنا والماكسيموم تبعنا المكسيموم تبعنا هو 29 يعني منو حدودنا الرسمية هو حدودنا المكسيموم يلي فينا نفاوض فيها يعني ما فينا نحصل أكتر نحن وشطارتنا قدية فينا نحصل أقل بس وينو وين هوف؟ اليوم المنموم ستل من طبعنا صار 23 هيدا يلي فهمت خطأ على الرئيس عون انه هو عم ينزل تحت 23 عندما قال حدوده نهي 23 عندما يقول هذا الامر يعني حدوده نهي الدنيا هي الخط يعني نحنا بلشين مفاوضات من 23 بلشين من 3 يعني المنموم هو يعني ما عنا اقل من 23 وال23 اكتر بي 300 كيلو مت من هوف ولكن يلي قاله جبران وما حدا فهمه بمقابلته قال ما بهمنا يلي على خط سطح الماء على سطح الماء بهمنا يلي بالقاع بالقاع شو فيه على خط 23 بيسئب بير اسمه قانا تسميناه قانا المفاوضات عم بتصير على هون على يلي فيه تحت الماء انا اليوم اذا عندي 23 وزحته شوي وبعدني تحت 29 وحصلت على كل قانا انا حصلت على اللي بدييه ما بهمني ميل بالزايد بالمي تحته فيه سمك بهمني مترين بالزايد تحته فيه غاز عمية السروات مش الميات يعني هيدا اللي عم بينعمل عليه هلأ اليوم مفاوضات والمفاوضات مربوطة اذا الناس مفتكرة انه مفاوضات الغاز محطوطة بس للغاز بيكون غلطان مربوطة بكل شي عم بيصير تاني ملفات على الاراضي اللبنانية من الناس حين لا اللاجئين لا الخطة الاقتصادية لا المساعدات لا لا كله مربوطة ببعضه كيفك كله مربوطة خلينا نفصل كيف ليش بدنا نوصل بلا تفصيل بس كله مربوطة ببعضه لانه بالنهاية في عندك عدو وعندما يكون هناك حل بالترسيم رح نشهد حلول بالملفات البرية هيدا اللي قصده في رئيس الجمهورية بما في ملف الناس حين السوريين والاجئين الفلسطينيين ممكن يكون في حل حلالة كتير ملفات خاصة برك ملفات معيشية هيدا حكما لانه اصلا شو بيقوله تقييم لبنان بيكون بيخدر لما بتنرسم الحدود البحرية وبتنتقل على الحدود البرية اليوم انت استرديت سياتك الجغرافية هيدا ما عنده تأثير على السلاح يعني عم تقلي حكما هيدا الموضوع بده ياخدك على البحث بيصير سلاح استراتيجية دفاعية استراتيجية دفاعية اللي بده تاخد غير منحة بدنا نفكر فشختان لقدام واذا فينا ثلاثة كله مربوط ببعضه نانسي كيف بده يأثر هيدا الملف على ملف اهم اه وبعد شغلة تانية اليوم يلي عم بيقول انه ميشيل عون مع حفظ الالقاب عم بيقايد ترسيم الحدود مع رفع العقوبات معناته عم بيقر بقرارة نفسه انه عم بيقول انه العقوبات سياسية معناته الامريكان اقروا اذا هني عم بيقولوا هيك والامريكان قبلنين يفاوضوا مع انه نكروا انه معناته هني عم بيقروا انه العقوبات سياسية ومنرجع ع تغريدة جبران هيك بتختم الرد خلصيت كيف بده ينعكس هيدا الملف على موضوع اساسي بالنسبة لللبنانيين اليوم نحن بعدنا بأزمة دولار بأزمة مصارف بأزمة اموال بأزمة رياض سلامة رياض سلامة عمليا مش كشخص رياض سلامة ولكن بما ارتكب بحق اللبنانيين وتعب اللبنانيين من 93 لليوم بس يعني اللي صاير عمليا تخطى مسألة المجزرة بكتير لانه اللي بيعرف عن جد شو عم بيصير وشو من شغل بجن قد ما فيه تفاصيل مهينة ومزلة وفضيحة انا حابب نحكي قبل ما نحكي عن هلا فيه سؤال دايما بيهتونا فيه جدد طوله انا بدي اعمل اليوم رياض سلامة بالالفين وواحدة وعشرين الفين واثنين وعشرين ملاحق بسبع بلدين تمانية مدى عليه ببلد هو وخيو ممنوع من السفر بلبنان محجوز على املكه هربان من العدالة ما عم بيروح على تحقيقه اليوم بس بعده بالطابق السادس من مصرف لبنان عم بيزاوي المهنته ومعبى مركزه وعم بيطلع تعميم هاو بالالفين واثنين وعشرين بالالفين وسبعتاش رياض سلامة من افضل حكام المصارف المركزية بالعالم بشهادة كل الامريكان والاوروبية هو الضمانة لاستقرار الليرة الافريقاء السياسيين كلهم بالدنيا بيجوا ليجدوا دوله متل ما قال رئيس تيار مش معنا وزارة المالية لحتى نحنا نقترح وزير المالية ما اعترح ما معنا التلتين لحتى نحنا نفرض ولا معنا التلت زائد واحد لنمنع لا نمنع صحيح ومش نحنا عنا رئاسة الحكومة لنحطه على جدول الاعمال حطه رئيس الجمهورية من خير الجدول الاعمال لانه ما بدي يترك فراخ بس كلهم بالدنيا وكلهم صوته لقلو اذا بالالفين واثنين وعشرين مع كل هاو ما عم بقدر شيلو بالالفين وسبعتاش لما كان رياض سالمة تحت الله كان فين يغير شي بالواقي على السياسة نا حكما ما كان رح يجري ما بقى حدا يزيد علينا بالموضوع دخلكون صرتو تعفو شو قيمتو لرياض سالمة عندو المنظومة وعند بعض الخارج اليوم مين حميلة رياض سالمة بالداخل ما بدي احكي بالخارج بالخارج بالداخل قالوا بعض متلسان بالخارج بينبسطوا نحنا مننبسط نحكي عن الخارج بس ما حدا بيعرف شو ما وقف الخارج عمليا سامير جعجا قال ليش بننشيلو من افضل حكام المصارف المركزية بالعالم نبيه بري ما حفظ الالقاب قال نحنا بمعركة وبالمعركة ما منتخلى عن جنوبنا نجيب مقاتي الله رئيس نبيه بري قال ما منتخلى عن حدا نعايزين الكل هاو ثلاثة بالزيادة حتى اتنين بالزيادة بس يلي كمان راضي عليه هو كل واحد مش هام بيطلب انه يتنحق او يتغير يعني البيئين كلهم لكن حزب الله من عندي عم بحكي مش فرقني معه عملوا حرب اقتصادية على لبنان وحصار اقتصادة مالي على لبنان ودمروا القطاع المصرفي بلبنان واليوم الدولارات مع حزب الله لانه خارج السيستام المصرفي بس بسام عمليا اليوم مشكل ابناء الطائف الشيعية هن بيتقاضوا دولار فراش في منهم مثل العابة بس قلتي لي حزب الله ما قلتي لي ما قلتي لي انا بحكي حزب الله كحزب سياسي حزب الله كحزب سياسي شو فرقني معه اذا بيروحوا بيجربوا بس ما هو يمثل الطائف الشيعية عمليا مشكل الطائف الشيعية ضمن المؤسسة بس اذا راح رياض سلامي اللي راح يجي بيدفش او بيعاز او بيشغل وبيضغط من الرئيس الجمهوري من التيار الوطني الحر راح يجي احسن منه ولا اضرب منه راح يجي اضرب احسن منه احسن ايه اكيد بيزعل حزب الله انا عم بجرب حالي محل حزب الله صراحة ما مفروض حدا يزعل يعني عمليا انا بخلاجة كيف بعد في ناس ممكن الدافع بوقت يلي بيروحوا معه ليش بدو يروح ناس معه اذا 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 رياض سلامي منه بقى حكم مصرف لبنان صار مواطن عادة اوكي ولكن يحمل اسرار انا كمان بعدنا عم نقول انه الرجل يعني قايد الشبهة ايجا محله حدا تاني ايجا محله حدا تاني نحنا شو مشكلتنا مع رياض سلامي في اموال الناس اموال المدعين وين اني موجودين بي مانا مشكلة بالشخصة هدي تتكون مانا لا موجودة بمصرف لبنان مشكلتنا مع رياض سلام ما عم بيعطي الداتا ما عم بيعطي الارقام المزبوطة في فجوة بـ 68 مليار دولار كانوا في 86 مليار في 13 باقي منهم وخمسة مدينهم للدولة خمسة مليار دولار يورو بونز البيئة وين؟ لان بيكون عنده وصلة على المعلومات مشكلتنا مع رياض سلامي مانا شخصية انا بالنسبة لالي شخصية لا شخصية مش شخصية لشخص رياض سلامي وحتى انا بقدر اكدلك رئيس الجمهورية اخدها شخصية بأي معنى انه عم تسرق الشعب كأنك عم تسرقني حكما هيك لو بقلوله لرئيس الجمهورية انه انت عملها معركة شخصية ضد رياض سلامي انا بقللي ايه اخدها شخصية باسم الشعب اللبناني هاو ابناء وطني هاو انا مسؤول عنهم هاو انا حالف على الدستور سرقتهم كأنك عم تسرقني انا بموقع السلطة انا بحكي بحلهم انا بحكي باسمهم انا بدي اعرف وين المصريات هلا هي اليوم المرتقب وفد ألفاريز ومارسل بي لبنان التانين مفترض يشوف على الكمبيوتر زي اللي موضوعين شو يلي ايه نهار التانين بعد في كم يوم للتانين يعني يومين بيصير كتير بيصير كتير بيروح الكمبيوتر مابعد نانسي من شو بعد ممكن نستغرب شي هلا بسام عمليا هنه مش مستحيين يعني صارلهم سنتين قرار التدقيق صارلو صارل بادار ادار 2020 ادار 2020 مشمعوه؟ ولا مرة كان في مشكل يقولوا انه ما بدنا نسلم هالقد كانت واضحة فمش مضطرين يقطعوا الكهرباء بس بس خطر بهيدا الموضوع يمكن اليوم الفاريز ان مارسل تقولك انا ما بدي اكمل بقى هلاء شو بيعمل شي تاني هلاء انتبهي على التكتيك تبعيتهم بالاول من اخر بعدين منشله مصداقيته منصير نشكك بشغله وبالشركة لا ما حدا بيغبر عليهم واذا بتكون تغبروا عليهم كان يزا تقبلوا بيكرال قبل هيكرال فزاعة الكبيرة كانت يعني ما حدا يغبر عليهم يروحوا على الاخر وهون المفارقة انه كلهم بيقولك لا ما نحنا صوتنا على رفع السرية المصرفية بس ذكرني اي نهار بيقطع بتطلع الشمس وبتغيب وبتقول بقى انا بدت تديق الجنائي مين غير التيار الوطني الحر كل ما بتطلع الشمس بيقول بدت تديق الجنائي كل ما بتغيب بيكون هو الوحيد اللي قاله وما حدا غيره قاله عكل طلعت شمس مش متفاجأة من البقيين متفاجأة من شباب المجتمع المدني والثورة 17-30 ياللي ما عم نسمع صوتهم بهذا الموضوع لانه انا باللي ضايعين ارفانين ما عم بيصدقوا حدا حقون وهون بتصير شطارة كل حزب شو ادواته ليأنعوا وقديش بيقدر يأنع من هالناس تصوت له هاو هن الستين بالمئة ياللي بالنص ياللي القوات جربوا يخدوهم خسرون الكتائب جربوا يخدوهم خسرون الباقيين ما حدا عندو ياهون الواحدين ياللي بيقدروا يطلع بعيونون ويقولون انتو بتشبهونا ونحنا منشبهكن وتعصي عدونا وما قدرنا لأنه مبدون لأن مبدون لأن ما بتوفي معهم لأنه ليكوا قديش صعبة بلوك بس حكم مصر في لبنان وليكوا لوين وواصدين أكيد وليكوا قديشها صعبة ما في شي هيين ما في شي هيين هايد خصوصة بالمعارك المصرية آخر دقيقتين رح اتركهم لألك على طلبك بسام بدك تتوجه لطيار الوطن لا بدك تتوجه للناس اللي بالنص يال بدك أكمل عايلك انت عم بقوله هلا انه نحنا الوحيدين ياللي ما جربنا نسرق السورة ما كنا خبيسين معهم ما تخبينا بتياب غيرنا ما استحينا بهويتنا وما منستحي لما كنا ننزل على السحات كانوا يعرفونا في منهم أكلوا قتلة تحت وفي قياديين نزلوا معروفين ما انهم عايزين يخبوا حالهم ولا يحطوا ماسك بس نحنا الضمانة للشراكة نحنا الضمانة لحتى ما يصير في حرب أهلية نحنا الضمانة لنعرف مين سرقنا بالتديق الجنائي نحنا الضمانة لنحافظ على سروات لبنان الغازية والمائية نحنا الضمانة ضد التوطين والتجنيس نحنا الضمانة لحتى يصير في حقيقة بانفجار مرفق بيروت حتى حلفائنا لما جربوا يعملوا شيء نحنا وقفنا بوجهن ما منساوي مع ما بدئنا يحوى رئيس الوزير جبران باسيل أكل عقوبة من وراء أناعاته عقوبة من وراء أناعاته رح عم بيدفعوا حق عائلته وولاده مخصن منهم مزنبين بشي هو من وراء السياسة ومواقفه السياسية نحنا الضمانة لكل الوانين الإصلاحية اللي نزلتوا على الطريق بدكن ياها لما رح تجي الانتخابات انتبهوا إذا نحنا ضعفنا قضيتكن بتضعف لأنه قضيتكن هي قضيتنا ولما نزلتوا على الطريق نحنا كنا عم نقول يا عمي هاو مطالبنا نحنا صادقين انتبهوا من الكذبين يوم بعد يوم عم بيبينو بس فتحوا عيونكن وفتحوا دينايكن وفتحوا قلبكم كمان شكرا لك شكرا لك بسام تركوا عضو لجنة التواصل الستراتيجي بالطير الوطني الحر نبط بيروت موعده بجدد بكرة بإذن الله مع ضيوف جديد وزمله جديد إلى اللقاء